موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وثهلاً بكم إلى حديث صحفتي لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالة لروبرت فيسك بعنوان تنظم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ينقل حربه إلى لبنان جاء فيه كتب فيسك في مقاله قائلاً بعد كل التحذيرات بشأن امتداد الحرب إلى ما خلف الحدود السورية فإن مقاتل أبو بكر البغدادي المتوحشين وصلوا أخيراً إلى لبنان وأضاف حتى الآن فقد الجيش اللبناني ثلاثة عشر من جنوده في معركة بحضة الثمن مع المتمردين لاستعادة السيطرة على بلدة عرسالة السنية شمال شرق البلاد على الحدود السورية التي كانت حتى الآن قاعدة لإمداد المتشددين الإسلاميين الساعين لإسقاط الرئيس بشار الأسد بينما خلف النزاع نفس بشاعة الأحداث التي تلت انتصارات المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا مع وجود أنباء عن عمليات إعدام المدنيين والجنود الحكوميين المحتجزين كرهائن وتابع بطبيعة الحال تركزت أنظار العالم على مذبحة غزة في الشرق الأوسط المصائب لا تأتي فرادة وبالتالي فإن الحرب الأهلية السورية واستلاء داعش على غرب العراق في ظن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن وصول الإسلاميين إلى لبنان واحتمال نشوب حرب أهلية مصغرة حول عرسال ربما بقدر طرابلس يمكن أن يكون له تداعيات أخطر بكثير من حرب غزة وأضح الكاتب البريطاني أنه مع سيطرة داعش على بحيرة الموصل وغيرها من المناطق من الأكراد في شمال العراق وزيادة الضغط على القوات الحكومية السورية فإن امتدادهم نحو لبنان يمثل أبعد تقدم يحققونه من نهر دجلة نحو البحر المتوسط وأشار فسك إلى أن في عرسال المقاتلين من جبهة النصرة وأفرادها ينضمون بالفعل إلى خلافة أبو بكر البغدادي ويعتمدون على الممارسة المعتادة من الاستلاء على منبالي الكبيرة في وسط المدينة والتمسك بها على أمل تفكك خصومهم مشددا على أن الاستلاء على بلدة عرسال كان مخططا له منذ فترة طويلة من جانب البغدادي ويشكل جزءا من استراتيجية كبيرة للتنظيم نواصل مشاهدنا الكرام مع مجلة الإكوانوميست التي نشرت مقالا بعنوان إسرائيل انتصرت في معركة وخسرت الحرب جاء فيه تحكم حماس قطاع غزة منذ عام 2007 وليس هناك الكثير مما يثير الإعجاب نفاقها معادل للسامية كما تطلق الحركة الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وتحفر الأنفاق تحتها لكي تقتل أو تخطف جنودا إسرائيليين وهي ضعيفة أكثر من السابق ولذا فهي تخسر المعركة الحالية مع إسرائيل على النقيد من ذلك إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية في المنطقة كما أنها مركز للاختراع والمشارع والإبداع لدى إسرائيل القوة نارية أكبر في القتال في غزة إلا أنها تصارع من أجل معركة الرأي العام العالمي ولكن مع استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية قل مستوى التعاطف كثيراً في استطلاع للرأي أجريا في تموز قبل تدمير غزة كانت نسبة المستطلعين من 23 الدولة الذين يقولون أن لدى إسرائيل تأثيراً جيداً أو سيئاً سالباً 26% مما وضع إسرائيل في مرتبة أقل من روسيا وفوق كوريا الشمالية وباكستان وإيران فقط عدد متزايد من الأوروبيين أشاروا إلى أن إسرائيل دولة عنصرية وحتى في أمريكا حيث الأغلبية تؤيد إسرائيل ارتفع عدد الذين يعتقدون أن تصرفاتها ضد الفلسطينيين غير مبررة منذ عام 2002 حوالي 5% إلى 39% من غير المستغرب أن يشعر العديد من الإسرائيليين بأن العالم يقف ضدهم ولكنهم سوف يكونون مخطئين إذا تجهلوا ذلك تماماً لأن ذلك يعود إلى أن الرأي العام أمر مهم وبكلمات أحد مراكز الدراسات الإسرائيلية فإن ذلك يشكل تهديداً استراتيجياً كما أن الأمر يعود إلى أن بعض النقاد الأجانب محقون فيما يذهبون إليه بدأ ذلك مع زيادة حجم العنف في غزة حوالي 1400 فلسطيني قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالمقارنة مع 56 جندياً إسرائيلياً وأربعة مدنيين لا ينبغي لأي ديمقراطية أن تكون سعيدة باستراتيجية عسكرية تؤدي إلى مقتل الكثير من الأطفال دعك من مطالبة سفير إسرائيل الفجة في واشنطن بأن جنود إسرائيل يستحقون جائزة نوبل للسلام لكن والأهم من ذلك كله فإن إسرائيل بحاجة إلى سماع ما يقوله النقاد حول الحاجة إلى حل الدولتين الذي يبقى الحل الوحيد القابل للنجاح الوقت ليس في صالح إسرائيل من المحتمل أن تنفجر الضفة الغربية أيضاً في الوقت الذي تدور فيه عقارب الساعة الديمغرافية من أجل الدم والبؤس في غزة سوف يكون أمام نتنياهو فرصة لإظهار أنه يسمع النقد بعد تحقيقه النصر في هذه المعركة فإن بإمكانه الرجوع إلى طاولة المفاوضات ولكن هذه المرة مع حرض حقيقي للسلام على كل صديق مخلص لإسرائيل أن يضغط عليه ليقوم بذلك نقرأ الآن المشاهدين الكرام في صحيفة العرب القطرية التي نشرت مقالة لعلي الضفيري بعنوان لماذا نكره مصر؟ جاء فيه يبدو أن بعض الإخوات في مصر يحاول كل من قطعت به السبر للدفاع عن النظام المصري استعادة الحيال الدفاعية القديمة وأهمها اتهم الآخرين بكراهية مصر ومناصبتها العداء كرها أو غيرة أو تنافسا أو غير ذلك فلا أحد يكره مصر غير النظام المصري ولا أحد يحجم دورها سواه ولهذا الفعل تاريخ طويل بدأ مع سلام أنور السادات الذي ضرب بخيارات مصر كلها عرض الحائط ورهن على إسرائيل وما يمكن أن تحقيقه العلاقة معها من مكاسب لماذا أحب العرب مصر؟ أو معظمهم على الأقل في الخمس والعشر من كانون الثاني عام 2011 هل لأنها جاءت بالإخوان؟ وماذا عن السنوات التي حكم فيها عبد الناصر؟ هل كان ناصر من الإخوان أيضا؟ ألم يكن الإخوان في السجون وأحكام الإعدام والمؤبد تلاحق قياداتهم وأعضاءهم؟ لماذا تمارسون الدجل والتزييف على الناس؟ وبطريقة مبتذلة جداً وتنخرطون في معركة ردح رخيصة كلها أكاذيب وسخافات لا معنى لها إن العرب كل العرب يفرقون دائماً بين مصر والنظام المصري ويعرفون جيداً من يعمل لمصر ومن يعمل ضدها وقد أحب مصر الناصرية ومصر السادات في بداية عهده وأيام حرب أكتوبر ومصر الثورة المجيدة في كانون الثاني يوم خرج شباب مصر وشيبها لإسقاط من أسقط مصر وألحقها بالأجنبي وأحب مصر الثلاثين من حزيران عام 2012 يوم انتخب الشعب المصري جماعة الإخوان المسلمين كحزب سياسي يحكمه أحب هذا لأنه خيار المصريين فقط وليس لأنهم يحبون الجماعة أو يوافقونها الرأي والمصلحة وانتهى هذا الحب كله في الثالث من تموز 2013 يوم انتكست مرحلة التحول الديمقراطي في مصر وعاد العسكر والأجنبي يحكمان البلاد من جديد وعاد فريق الإعلام الموتور ليبث صورة المهزوزة المشوشة المزيفة عن البلاد وعاد عكاشة نجم النظام المصري ليتقيأ عبر الشاشات ضد المقاومة وغيرها من يكره مصر ولماذا؟ أحب الناس مصر في عهود متباينة العناويم مصر الاستبداد في عهدي عبد الناصر والسادات ومصر الثورة الديمقراطية في الخامس والعشر من كانون الثاني ومصر الإخوان مع انتخاب الدكتور محمد مرسي للرئاسة والرابط الوحيد في هذا كله هو مصر الحقيقية مصر الدور والمركز والتأثير مصر التي تشبه شعبها ومحيطها لا مصر مبارك والسيسي الذين يرتكز كل مشروعهما على إغلاق معبر رفح ومحاربة المقاومة هل هذا مشروع يمكن أن يحترم؟ حتى العدو في قرارة نفسه لا يحترم هذين النظامين الخادمين له وكل مديح يكال له وذم وانتقاص من قيمة وكرامة كل منهما إن رسالة لإخوتنا في مصر تناشدهم عدم العبث بهذا الأمر الذي يربطهم بنا وعدم المزايدة على من أحب مصر وأهلها ووجد من الضروري والواجب انتقاد الأنظمة التي تنتقص من قيمة هذه البلاد العظيمة وتخيل التالي معي ماذا لو أن السيسي انحاز لشعبه مرة واحدة وأوقف حصاره على الشعب الفلسطيني وفرق سياسيا بين جماعة سياسية وبين أمن مصر ومكانتها ووقف على الحياد على الأقل بهذه المعركة ماذا لو؟ ننتقل الآن مشاهدنا الكرام إلى صحيفة الاتحاد التي نشرت مقالة لطيب تيزيني بعنوان سوريا ومرحلة الصوملة جاء فيه تطالعنا الأخبار المرعبة عن النسب التي بلغتها سوريا على صعيدا شامل فنجد أنفسنا أمام حالة من الدمار والتفكك قارنها بعض الكتاب والإعلاميين بما أصبح معرفا تحت مصطلح الصوملة وهو ذلك الذي يعبر به عن الأحوال التي وصلت أقصاها من التدمير والتفكيك والإدرام والإفقار تلك الوضعية الشاملة التي تلف سوريا من أقصاها إلى أقصاها تحولت إلى تسونامي من الطراز الأكثر بؤسا وعارا وحشية لقد تجاوز هذا التسونامي كل المقاييس التي شهدها التاريخ ما يحدث في سوريا لا يفصح عن طرفي هذه الحرب الحالية القائمة تحت عنوان غزاة ومغزوين وإنما يظهر هذان الأخيران بوصفهما منتميين إلى بلد واحد فهذا البلد الواحد أصبح كما أعلنت أخبار فضيعة عن سوريا إن أكثر من مائة وخمسة وأربعين ألف من النساء السوريات أصبحن يعيشن وحيدات تعانين من العزلة والإملاق والتهديد الدائم باستباحتهن إضافة إلى الجوع والخوف والوحدة ويأتي في الخبر أن هذه النسوة يخفن من الخروج إلى الشوارع وقد بيعن خواتم زواجهن كي يسد الرمق ويتابع الخبر ومصدره منظمة الأسكوا بأن سوريا دخلت في مرحلة الصوملة وبأن دخل النساء المذكورات قد هبط بحيث أصبح مستوى الفقر إلى نسبة خمسين بالبيئة ما يحدث في سوريا يمثل أشنع الأخطاء وبالأصل لم يكن دخول سوريا في الأفق الذي أريد له وما زال يراد أن يكون مغلقا وحين بدأ باستعمال السلاح الناري القاتل بعد انقضاء ستة أشهر على التظاهر السلمي كان ذلك قد شكل في التاريخ السوري أبشع وأخطر حدث نهيك عن أن ذلك اخترق النموذج السورية فيما يتسم به من الانفتاح والتسامح والعقلانية العميقة وبالأصل لم تكن مطالب الشعب السوري إلا أمرا مفهوما وقابلا لاستجابة فقد ظهرت مطالبه حقة وقابلة للحل نهيك عن أن أوساطا كثيفة في السلطة كانت مهيئة للاستجابة الفعلية إلى ذلك وإذا كنا الآن في معرض التحدث عن ذلك فلعلنا نشير إلى المثال التالي جمعة من الناس يبقون أربعين عاما ونيف في بيوتهم التي بقيت أو أبقيت مغلقة ويرجعون إليها بعد ذلك ألا يستحق الأمر أن يقوم هؤلاء بتهوية بيوتهم وتنظيفها وتهيئتها لسكن نظيف مريح آمن؟ وظهرت إرخاصات لذلك المطلب الشرعي القانوني خصوصا بالتزامن مع اقتحام الغزاة الأمريكيين للعراق فبعد هذا الحدث الإجرامي الفاحش أعلن كولين باول في اليوم الثاني من هذا الإجرام موجها كلامه إلى سوريا على دمشق أن تتقن الدرس البغدادي وقد كان ذلك الموقف استفزازيا إلى درجة قصوى وكي تتم الصورة أذكر أنني كتبت ردا على ذلك الموقف بأن كتبت مقالة عنوانها التالي ومخاطبا فيها الجميع من الشعب السوري سارعوا أنتم الآن وافتحوا الدائرة قبل أن يفتحها الأغير نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة تقويم التركية التي نشرت تحت عنوان منع صوت الأذان والدعاء بالدعاية الانتخابية لأردغان جاء فيه قامت اللجنة العليا للانتخابات بمنع عرض أحد الدعايات الانتخابية لرئيس الوزراء رجب طيب أردغان بناء على اعتراض تقدم به حزب الحركة القومية على محتوى الفيلم الدعائي وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن السبب المنع هو ظهر امرأة تقوم بالدعاء برفقة صوت الأذن حيث اعتبرتها اللجنة العليا للانتخابات نوعا من أنواع استثمار الديني في السياسة وتشير الصحيفة أيضا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منعت عرض دعاية انتخابية لأردغان بحجة استخدام العلم التركي فيها يذكر أن تلك الأفلام الدعائية حققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أزعج أحزاب المعارضة التي فقدت الأمل بأن تفوز في الانتخابات الرئاسية أمام أردغان نتابع مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأنضون التي نشرت بيانا لليونسيف بعنوان مستقبل قاتم ينتظر أربعمائة ألف طفل في غزة بعد الحرب جاء فيه قالت رئيسة المكتب الميداني الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في قطاع غزة بيرينيل إيرنسايد لنمستقبلا قاتما ينتظر أربعمائة ألف طفل أصيبوا بصدمة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة وأضافت إيرنسايد في مكالمة هاتفية خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقد في جنذ إن إعادة بناء حياة الأطفال تمثل الجهد الذي سيتم بذله في إعادة بناء القطاع من مجرد أن يتوقف القتال بصفة دائمة وتبعت كيف نتوقع أن يهتم الآباء بأبنائهم ومن يرعى الأطفال ومن يقوم بتربياتهم بطريقة إيجابية وتنشئتهم عندما يكون هم أنفسهم غير قادرين على الحياة كبشر هناك أناس فقدوا كل أفراد العائلة في ضربة واحدة وأضافت كيف يمكن لمجتمع أن يتعامل مع هذا؟ مشيرة إلى أنه حتى الرابع من الشهر الجاري أشارت التقارير إلى أن 31% من العدد الإجمالي للقتل هم من الأطفال وقالت إيرنسايد إذا كنت في السابعة فإنك تكون قد عشت حربين سابقتين وأحدث تصعيداً كان أسوأ من حرب 2008-2009-2012 وتشير تقديرات اليونسيف إلى أن نحو 400 ألف طفل أصيبوا بنوع من التدربة الصادمة المباشرة ويحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي ولفتت إلى أن موظف الأعمال الإنسانية يعملون بكل طاقتهم مشيرة إلى الدمار الذي أحدثته إسرائيل في إمدادة الطاقة الكهربائية التي تسببت في تفاقم وضع إمدادات المياه الخطير بالفعل من خلال وقف تشغيل منشآت ضخ المياه نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل مقالاً للكاتبة ياسمين الشام الحرة بعنوان بتضحياتهم وثباتهم تتقد ثورتنا جاء فيه بتضحياتهم وثباتهم تتقد ثورتنا إنهم المعتقلون وقود هذه الثورة تشعلها في كل يوم أناتهم واستغاثاتهم للخلاص من ذلك العذاب الذي يصب على رؤوسهم صباحاً مساء يتجرعون المرارة بل ويتمنون الموت في كل لحظة فيموتون وهم أحياء في كل منها ألف مرة ومرة أمام السمع وبصر العالم المتبجح بدفاعه عن حريات الإنسان وحقوقه جريمتهم الكبرى التي ارتكبوها أن قالوا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت هذه الكلمة التي تزلزل العروش وتقهر الفراعنة وتوغيط هذا العالم فلا يكادون يسمعون بأحداً يدعو لحرية الإنسان وتحرره من قيود العبودية والذل إلا وأرسلوا كلابهم المسعورة المجردة من بقية ضمير أو مسحة إنسانية ليقتادوهم إلى زنازين سوداء كسواد قلوبهم ويصبوا جامى غضبهم عليهم فلا يفوتون أي فرصة لإذلالهم ولا أدنى وسيلة لتعذيبهم حتى باتوا يعرفون في العالم كله بأنهم خبراء بارعون في فلون التعذيب وما نره اليوم في سجون الطغية بشار ما لا يمكن وصفه ببضع كلمات بل لو أفردت قصص للتعذيب والانتهاكات التي ترتكب كانت كتبت مجلدات عديدة ملأتها وزادت عليها على الطرف الآخر نجد الذين يتاجرون بأسمائهم ومعاناتهم وألناتهم في سبيل الوصول إلى كراسيا وهي يجلسون عليها ويدرون بها مصالحهم الخاصة ومصالح من يوالونهم قوامها دماء أولاء الصابرين وألامهم وحرمانهم من كل حقوقهم التي يحلم بها كل إنسان بسط إن الحديث عن هذه القضية لا يمكن أن ينتهي هنا لأنني وأنا في هذه اللحظات التي أقرأ فيها هذه الكلمات ثمت من يناضر في غياه بالمعتقلات لأجل بقاء كلمة الحق ويصر على نيل حريتنا وكرامتنا نحن في الخارج بثباته هو وتضحياته هو وألامه هو فهل يعقل لنا ونحن نرى السماء ونستنشق الهواء أن نتقاعس أو نتراجع عن مطالب ثورتنا والاستكانة والرضوخ لمطالب أولاء المغاة الطغى أبدا ما للواجب علينا أن لا نفرط بأي لحظة ظلم وألم قد تجرعوها وأن لا ننساهم ونخذلهم كما خذلهم أراذر القوم وأنذالهم فلن يكونوا إلا أعزاء كرماء حتى وإن غامت صورهم عنه حتى وإن شوهتها يضو الظلم والبطش الجبروت حتى وإن ألفوا عنهم الأكاذيب وألصقوا بهم التهم وأذاعوا عنهم الأراجيف فيا من تضحون بكل لحظة من أعماركم ومستقبلكم وتقاسون من صنوف العذاب ما لا يحتمله بشر ستبقون شعلة ثورتنا المنيرة وميراتها التي نستهدي عبرها لبريق تضحياتكم لنبني مستقبلنا المشرق الذين ما اعتقلوكم حين ذاك إلا لأنكم أردتم وضع لبنات يقوم عليها الخير والعدل والحرية والمساواة وكرامة بني الإنسان في غد الأمة القادم لهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من حديث الصحافة أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا